موسيقى العسبوع المقبل وثلاثة أيام أخرى آخر دير شهر يوليون جاءت هذه المعركة بعد تملص الحكومة من الاتفاق اللي برماته نقب الديمقراطي العدل مع وزاة العدل واللي تطرت في عدة مطالب كانت متوافقة عليها من طرف من طرف وزاة العدل إلى أن السيد وزير المالية يتملص ويتماطل في إخراج هذه التعويضات وهذه التي لا تكلف ميزانية الدولة أي يعني لا تكلفها الكال العديد من لا تكلفها ميزانية كبيرة في حين أننا كانت نشوفه الآن أن النظام العساسي دير وزاة المالية خرجه وكانت سمعه بأنه فيه تحفيزات مهمة لموضة في المالية مع العكس أن قطاع دير وزاة العدل هو قطاع منتيج قطاع اللي يدر يعني أموال طائلة على الدولة والآن كانت نتفاجئه اليوم بأنه كنوح التمرير دير النظام العساسي دير كتاب الدب اليوم في المالية واللي خاوي من هاد من هاد الاتفاق اللي اتفقنا فيه مع وزاة العدل تنزيلاً لقرار المكتب الوطني النقابة الديمقراطي العدل القادي بتنظيم وقفات احتجاجية من الساعة التاسعة إلى الساعة الحدي عشر وإضرابين إندارين لمدة ثلاثة أيام تأتي هذه الخطوة النضالية بمثابة إعلان الشوط الثاني من الحركة الاحتجاجية والبرنامج النضالي النقابة الديمقراطي العدل اليوم نقول بأن كتابة ضبط ومضافي الإدارة القضائية تعرض لتدليس حكومي كيف ذلك؟ كيف يعقل أن توقع عمان وزارة العدل اتفاقاً متوافق بشأنه بخصوص النظام الأساسي والمفروض أن التضامن الحكومي يقضي بأن تلتزم الحكومة بالتكلفة المالية لهذا النظام الأساسي اليوم الحكومة تتلكأ وتتراجع ولا تريد تحفيز وتحسين مهنة كتابة ضبط ومضافي الإدارة القضائية اليوم نقول يجب اشتغال منطق المؤسسات وقع اتفاق مع وزارة العدل الحكومة ملزمة اليوم مطالبونا مشروعة ندالاتنا مشروعة أكثر من ذلك أبنى عن حسنية من خلال تعليق برنامج النضالي في أوائل ماي كتعبير منا عن حسنية وكتعبير منا وإعطاء فحس حالي الحكومة من أجل إيجاد الحلول لكن اليوم نتفاجأ بإدراج النظام الأساسي في مشروع المجلس الحكومي كنوع من الهروب إلى الآمن نقول بأننا اليوم كحركة احتجاجية مطالبونا مشروعة ولا زننا وسنبقى مستمرين إلا أن تتحقق المطالب المتفق بشأنها وعلى الحكومة أن تتحمل التزامتها باعتبار التضامن الحكومي ومبدأ دستوري يؤثر أنشطة حكومة وزارة العدل وقع الاتفاق الحكومة تنفذ وتلتزم